السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم معي مع قناة ناني لايف النهاردة هنتكلم برضو على توقم الشعلة انا كنت ديتكم نبزة صغيرة جدا في الفيديو الاولاني عن توقم الشعلة وازاي من العلامات اللي تقدر يتعرفي فيها اذا كنتي في توقم شعلة ولا لا وطبعا كل ده من خلال خبراتي الشخصية ومن خلال اصدقائي واللي حوالين مني ومن حالات توقم الشعلة النهاردة هنتكلم بعد ما قلنا ان في بيبقى فيها انجزاب رهيب جدا 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 هنتكلم على حاجة تانية وهي الاختلاف بين التوقمين بيكون واضح ما بينك انت وتوقمك او ما بينك انت وتوقمتك اختلاف في السنة او الثقافة او العقيدة لان الحب ده بيكون غير مشروط ولان الحب ده بيتقال عليه مستحيل يكون حب ما بين الاتنين والعلاقة دي ما ينفعش ان الاتنين دول يكونوا مع بعضهم بعد كده بنتكلم في نقطة تانية برضو ان لقائكم بيكون دايما مميز سواء كان في وقته او حدث معين كبير يعني عارفتي توقمك من خلال حدث كبير او حصل شيء كبير في حياتكم واقدركم دفعتكم انكم تتقابلوا مع بعضيكم للأسف التوقيت ده بيكون صعب جدا ما بينكم انتو الاتنين التوقيت بيكون صعب اللي بتتقابلوا فيه سواء كان الاهل او طرف تالت او مشاكل حاجات كبيرة بتخليكم صعب انكم تكونوا مع بعض وخصوصا في التوقيت اللي بتبتدوا تعرفوا بعض فيه الطرف التالت اللي هو بيكون احدكم متزوج او احدكم في قصة زواج وغالبا القصة دي بتبقى بالنسبة له حالة مأساوية ولكن هو مضطر اليها لانه يستمر فيها بعد كده نقدر نقول برضو نقطة تانية انه هو بيكون عندكم احداث متشابهة ممكن تكونوا برج واحد ممكن تواريخكم متشابهة في احداث ما بينكم ما بين بعض في تواريخ متشابهة او احداثكم زي بعض في بعض حاجات معينة ونقاط معينة الشغل او العيلة حتى لما بتيجوا تحكوا البعض بتبقوا مستغربين ان الطرف اللي قدامكم مر بنفس الحدث ده في حياته زيكم يعني بيبقى عندكم حالة من الاستغراب في كده ممكن تكونوا انتو الطرفين على فكرة انتو الطرفين بتبقوا زي الشخص ومرأة والانعكاز بتاعها يعني لازم تبقوا انتو فاهمين كده كمان لازم هيقولك ان انا ما حدش بيعرف تفاصيل الاحداث دي في حياتي لازم هتسمع منه كلمة دي مهمة جدا لازم تحطها او تحطيها في دماغك انك هتسمعيها من توقامك اللي هو يجي يعد يحكيلك 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 وفي الاخر يقولك ايه انا اول مرة احكي التفاصيل دي التفاصيل دي انا محكيتهاش لحد قبل منك دي نقطة مهمة بالنسبة بقى للتوقام دايما بيحس انه يعني مسبتك في مكانك فاهمين انتو الكلمة دي دايما بتحسه كده تحسه ان كمان ده امانك امانك قوي وبتحس انك في راحة معاه حتى لو ما تكلمتش حتى لو قابلته قعدته مع بعض وما تكلمتوش مع بعض حتى لو انت رايح تقابلها او انت رايحة تقابليه وعلاقتكو متوترة جدا جدا مثلا او فيه توتر في موقف ما عندكو عند الطرف الاخر بيحس براحة غريبة اول ما بيقعد معاه وبيقابله ما بيحسهاش مع اي حد تاني يعني لو عدت مع صادق حبتك او صادقتك الانتيم او او ما بتحسيش الراحة دي الا مع الشخص ده اللي هو توقم شعلا طبعا من اهم حاجات المميزات برضو ان لازم بيدور حوار مع بعضكم بحوار العيون يعني اما بيبقى فيه نظرات متبادلة اما هتتكلمه في حاجة تخص العيون والنظرات لان لازم كده لان هي العين هي مدخل الروح ليكي للشخص التاني يعني دايما المدخل الروح بتخش من خلال العين من خلال نظرة العين انتي نفسك بتشوفي نفسك في عيونه هو نفسه بتحسي ان يعني خليط ما بين الحزين وما بين الابتسامة هو نفسه بيبقى شايف نفسه في عيونك دي برضو نقطة مهمة جدا جدا لازم تبقوا عارفينها طيب فيه نقطة كمان برضو مهمة تقدري تعرفي منها توقم الشعر الانفصال 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 لازم يحصل انفصال لفترات زمنية وكأنها بتكون فترة معينة وبتتكرر معاكي يعني لازم بتحسي ان الفترة دي كأنها فترة زمنية محددة وبتتكرر كل فترة يعني تعدي وترجعوا لبعض تاني لازم واحد منكم يرجع للتاني الانفصال بيحصل بشكل قصري غصب عنكم لازم يحصل علشان يدفعكم الصحوة روحية صحوة روحية صحوة روحانية لازم بعد كده طرف منكم بيخش في العلاقة الروحانية بيخش ما بينه ما بين ربنا بيبقى فيه اتصال روحاني رهيب لازم الموضوع ده بيحدث وعشان تعرف معلومات كمان عن روحك الداخلية أثناء الانفصال ده لأنه بيحصل تغيير في حياتك غريب جدا أو حياتك طبعا وتفر الطرف التاني الآخر وبيحدث ألم شديد بعد الانفصال وحزن طبعا وأحداث مريرة بتجبرك على أنك تسلم وتقبل بالرجوع للشخص التاني لتوقمك لازم بتمر بأحداث بعد ما بتسيبه وبعد ما بتسيبه بعض بتمره بأحداث رهيبة جدا جدا لدرجة أنه انتو ما بتبقوش مقتنعين أنه لا احنا خلاص مش هنرجع لبعض ولكن الأحداث بعد منها بتجبرك وكأنك بتسلم يعني الأحداث دي بتسلمك له تاني لأن انتو ترجعوا تاني ولأن انت مهما تعمل بعد الانفصال الرجوع ده توقيت إلهي ما نقدرش نتحكم فيه ولا تقدر تتحكم فيه نهائي فلابد من أنك وتفوضوا أمرك لله وما تحاولوش تتعلقوا بشيء يعني بلاش تتعلق بالشيء ده زيادة عن اللزوم لأن في الأول وفي الآخر دي مشيئة ربنا والانفصال ده بيبقى غصبة عنك وعنه وبيبقى فيه حاجات بتتغير فيك أو فيه يعني لازم هيبقى فيه تغيير جزري في حياتك واتصالك الروحاني هيبقى بزيادة شوية هتبتدي بقى تتكلمي في الروحانيات شوية هتبتدي تدوري على عالم الروحانيات أكتر غير الأول طيب نيجي بقى النقطة مهمة جدا جدا وهي المشاعر المتبادلة بين التوأمين أهم حاجة أن أنتي بتبقى عندك ثقة جامدة جدا أن مهما حصل بيكون عندك الإحساس ده جوه قلبك جامد جدا إحساس عالي جدا بأن الطرف الثاني توأمك بيحبك وبيحبك جدا وأن الانفصال ده بيبقى غصبة عنه وأنه لازم يكون منه تصرفات بتخليكي متأكدة أنه فعلا إحساسك صح وأنه هو بيحبك لو الإحساس ده مش عندك يبقى ده مش توقم شوعلة لازم تفهمي كده كويس قوي لازم تعرفي أنها مش هتبقى علاقة توقم شوعلة لو الإحساس ده مش دخلك وأن أنت عندك الثقة فإن توقمك بيحبك مهما بعيدته عن بعض فهو فاكرك وإنتي فاكرة كويس قوي وفاكرة له الحاجات الكويسة وخلوا بالكم أن علاقتكم دايما بيكون ما بينها تبادل في الاحترام عمركم ما بتيجوا على بعض عمركم ما بتقلوا من بعض أو زي ما بيقولوا كده البلد يعني بتغزقوا بعض أو تستقلوا بعضيكم لا ما بيبقاش فيه كده خالص بالعكس بتبقى علاقة محترمة جدا جدا الاحترام في كل شيء بتحترميه جامد وهو بيحترمك جدا لا بعد الحدود فخلينا متفقين أن أنت لازم هتبقى حاسة بأنه هو بيحبك جدا وبنفس مقدار حبك خلي بالك أنه هو بيبقى بيحبك بنفس مقدار حبك فدي نقطة مهمة لازم تاخدوا بالكم منها كويس قوي قوي وبيبقى فيه لحظات كمان ممكن أنت كبريائك يبقى علي جدا وهو في لحظات تانية كبريائه هو بيبقى علي جدا زي ما قلنا كده المراية وعكسها يعني دايما أنت بتشوفي نفسك في المراية فده إنعكاس لشخصك هنيجي بقى عند نقطة تانية كمان مهمة برضو تقدري تعرفي منها إن هو مهما يعمل ومهما يحصل ما بينك وما بينه ما بتقدريش تنسي الطرف الآخر تماما ما بتقدريش تنسي توقع مشوالتك مهما يحصل من أحداث مش هتقدري تنسيه نهائي مستحيل ودايما هيكون آه بعيد عنك وكل البعد عن حياتك ولكن هو فيه باب موارب بيطلق بيستطلع منه عليك لازم بتسيبه باب موارب ما بينك وما بين بعض حتى لو بعدته بسنين وما بتشوفوش بعضيكم بس بيبقوا عارفين الطرف الثاني بيبقى عارف عنك كل حاجة وبيحاول إنه هو يوصل لكل شيء عشان يعرفه عنك ما يبقاش إنه هو قطع تماما لإنه ما بيقدرش يقطع عنك تماما ما بيقدرش طيب هنيجي نقول برضو بتبقى برضو فيه نقطة تانية مهمة إن التعلق الشديد بيه إنتو اللي اتنين بتبقوا متعلقين ببعض جامد جدا 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 طيب بعد التعلق الشديد ده إيه اللي بيحصل؟ بيحصل الشك أول ما بتنفصله بتيجي لحظات كده ويجيلك شك إن العلاقة دي مش حقيقية إن العلاقة دي مش طوأم شعلة إن مش عايزة تسمعي سيرته مش عايزة تعرفي عنه شيء كل ده بيحدث وبعد كده ربنا بيفعل أمره وبترجعوا البعض تاني وبتبقى بنسيتي كل شيء وبتبقى المرحلة دي مرحلة رائعة وجميلة جدا جدا وما بيبقوا لما بترجعوا البعض ما بيبقاش همامكم أي حاجة غير إنكم في خير وسلام وإنكم مرتاحين مع بعض وإنكم اتقابلتوا تاني حتى بتنسوا بتنسوا كل حاجة قبل كده وحشة يعني أي حاجة وحشة بتنسوها تماما وبترجعوا كأنكم كتاب مفتوح تاني من أول وجديد وصفحة جديدة برضو في نقطة تانية ودي بقى آخر نقطة عندنا النهاردة الأرقام أغلب التوقم الشعلة بيشوفوا رقم رقم 11-11 الأرقام المزدوجة وخاصة رقم 11-11 ده دايما بيشوفوا قدامهم غير العلامات بقى التانية اللي احنا عارفينها اللي بيبقى فيه ريش اللي بيبقى مش عارفة إيه ولكن الأساس في التوقم الشعلة هو رقم 11-11 اللي دايما بتشوفيه قدام منك وده الإشارات اللي أنتو هترجعوا تاني لبعض فخلوا بالكو من النقطة دي وتابعوني طبعا لأن أنا هنزل لكم سنسلة فيديوهات زي ما قلنا في الفيديو الأولاني أن احنا هنتكلم كتير جدا جدا عن التوقم الشعلة وهنتكلم عن الهارب والمطارد وإمتى يرجع الهارب وإمتى المطارد يبتدي يشوف حلول للعلاقة دي معاه فخليكم معايا وتابعوني ما تنسوش تفعلوا الجراز ما تنسوش تشتركوا في القناة وإذا عجبكم الفيديو ياريت تحطوا لايك شكرا ما تنسوش تشتركوا في القناة